السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر وشكراً لفتح هذا المقطع وأتمنى أنه ينال على استحسانكم اليوم راح أتكلم عن لابتوب هواوي ميت بوك 14 طبعاً نعرف شركة هواوي ما هي شركة بسيطة عندهم منتجات كثيرة جداً عندهم جهاز اللوحي مع الكيبورد الخاصة فيه عندهم جوالات وطبعاً نعرف ميزات جوالات شركات هواوي بالنسبة للتصوير بالنسبة للمعالج أمور كثيرة عندنا ساعة شركة هواوي أيضاً عندنا سوارات عندنا سماعات عندنا مودم 5G أجهزة كثيرة من هواوي لكن اليوم تركيزنا راح يكون على لابتوب هواوي ميت بوك 14 طبعاً في منه نسختين الجهاز هذا هو النسخة الأعلى طبعاً تيجي نسختين النسخة يكون 16 جيجا رام وفي نسخة أخرى 8 جيجا رام النسخة أيضاً هذه المعالج فيها AMD Ryzen 7 النسخة الأخرى فيها AMD Ryzen 5 نبدأ نفتح ونستكشف هذا الجهاز ونعرف وش في داخله من مميزات ومواصفات وكيف أداءه في الاستخدام كابل الشحن USB Type-C من كل الطرفين أو الجهتين الشاحن الخاص بهذا اللابتوب 65 وار في البداية نشوف شكل الجهاز من الأسفل هيكل معدني هذه فتحة فيها واضحة المراوح للتبريد عندنا سماعات سبيكرز من هنا وهنا في بروز طبعاً هذه مادة بلاستيكية من هنا لو نحط الجهاز على سطح طبعاً مستوي الجانب الأيصر عندنا منفذ USB Type-C وهذا المنفذ أيضاً ممكن يستخدم للشحن عندنا أيضاً للسماعة وهذا منفذ HDMI لو بنت استخدمه على شاشة أو بروجيكتر من الجهة اليمنى عندنا منفذين USB مساحة كبيرة جداً للماوس تراك أو الماوس باد وعندنا زر التشغيل مدمج فيه بصمة الأصبع وهذا الجهاز شغلته نجرب البصمة وعلى طول فتح الجهاز نقفلها ثاني مرة ونجرب البصمة وفي مواصفات تميزة أنه متوائم ومتوافق مع أجهزة هواوي على سبيل المثال مثل مشاركة الشاشة ما بين أجهزة شركة هواوي بالإضافة أنهم مخصصين هذه المنطقة وحطين بداخلها شريحة استقبال ما بين أجهزة هواتف شركة هواوي وأيضاً اللابتوبات نجي عند برنامج آخر اللي هو بي سي مانيجر بيعلمنا السي بيو والميموري كم المستهلكة السيستم يعمل لنا تشك على السيستم سواء من العتاد أو السوفتوير نجي عند منيج ديفايس كل التحديثات المهمة لهذا الجهاز والمميز كذلك أنه مستغلين الشاشة بشكل جميل جداً يعني موسعينها وماخدين إلى حواف الجهاز أو حواف الهيكل زي ما تشوفون حتى تكون الشاشة يعني واسعة بشكل كبير نحط ثلاث أصابع ونسوي كذا أعطانا اللقطة على طول للشاشة ونجرب الحين التوافق ما بين أجهزة هواوي إذا عندك جوال أو تمتلك هاتف من شركة هواوي وفي خاصية الهواوي شير تقدر أنت يعني تخلي الجهازين كأنهم جهاز واحد في مشاركة الشاشة مشاركة الملفات إذا جالك اتصال ممكن تاخذه على الجوال أو تاخذ الاتصال أيضاً على اللابتوب طبعاً في المقطع قالوا لنا وش نسوي قالوا نشغل الواي فاي البلوتوث وهواوي شير والنف سي هذه بداية بعدين نحط الجوال في هذه المنطقة جتنا زي الهزة يقول لي خلاص أنا بأوصله الحين هل تريد السماح؟ بقول له طبعاً وأكيد أبخلي بينهم توافق كامل شوفوا هذه شاشة الجوال وجاسة تتحرك في هذه المنطقة عاجبني مثلاً مقطع أو صورة أو أي ملف مستند نضغط على الصورة اللي نبغاها ونسحبها ونرميها في الديسكتوب نروح ثاني مرة للديسكتوب نلاقي الصورة موجودة هنا مكان الكاميرا ما بين F6 و F7 لو نلاحظ هنا F6 و F7 مفترض هذا يكون F7 لكن لو نفتحها اشتغلت الكاميرا خصوصية وحاطين زي الإضاءة LED صغيرة إذا اشتغلت الكاميرا يوريك أنها جالسة تشتغل نقفل التطبيق طفت اللمبة هواوي تقول أنه ممكن يستمر إلى 14 ساعة إذا شحناه فل طبعا قوة أو قدرة الشاحن 65 واط اللي ذكروا أنه ممكن إحنا نشحن ربع ساعة أو 15 دقيقة ويعطينا قدرة عمل إلى ثلاث ساعات زي ما تشوفون الشاشة كاملة من كافة الأطراف أو ما أخذح مساحة 90% من هيكل الشاشة حملت واحدة من الألعاب وموجود هنا زي ما تشوفون سيرفر إز أونلاين وخلنا نبغط على بلاي the game طالما أنه المعالج AMD Ryzen 7 فهو معالج يعني ذا كفاءة وأداء رائع جدا خصوصا في الألعاب الخفيفة مثل الألعاب اللي نشوفها في برنامج Steam نبغى نركز على هل الجهاز يتحمل كم راح تستمر وتدوم معانا البطارية كيف راح يكون أداء الجهاز في استقبال مثلا الإشارة سرعة الاتصال خصوصا أني نجرب لعبة متصلة بالإنترنت 100% وفي ختام هذه المراجعة أتمنى أني وفقت في إيصال كافة المعلومات بالإضافة في صندوق الوصف راح أضع كافة المواصفات والمميزات لهذا اللابتوب اللابتوب هواوي ميت بوك 14 إصدار عام 2020 هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر أتمنى تشرفوني بزر الاشتراك وأيضا متابعتي على حسابي على تويتر في أمان الله